من غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون أهلا ومرحبا بك معنا من جديد خضر خضر ما هو آخر ما تم تسجيله لديك نعم الجديد هو رشا أنه قبل أقل من نحو ساعة من الآن قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في منطقة مربع جامع فلسطين والقريبة من مجمع الشفاء الطبي على ما يبدو أنها عملية تفجير أرضية يعني أحدثت هنا زلزال أو ما يشبه ارتجاجات عنيفة جدا شعرنا بها إضافة أيضا إلى عملية ضغط يعني أصمت الأذن لدى مختلف المواطنين وغالبيتهم من النازحين في هذا المكان بعيد عملية التفجير التي قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة مربع فلسطين هذا أيضا يترافق رشا مع عملية اشتباكات ضارية في هذا المربع والذي يتوقع الجيش الإسرائيلي فيه منذ عدة أيام ويقوم أيضا بعملية قصف سواء قصف صاروخي أو قصف مدفعي وسط هذه اشتباكات عنيفة تدور في هذا المكان أيضا في المناطق الشمالية من مدينة غزة وتحديدا في منطقة حي النصر وحي الشيخ ردوان هذين الحيين أيضا يتوقع بهم الجيش الإسرائيلي وقام أيضا بعملية اقتحام لعدد من منازل المواطنين إضافة إلى أنه أيضا قام باعتقال العشرات من المواطنين في تلك المنطقة بعد أن نفذ خاصة في حي الشيخ ردوان عملية إعدام ميداني لمواطنين وجميعهم شبان وأيضا رجال من عائلة الفيومي حسب ما أفدنا من عدد من الأقارب وأيضا من هذه العائلة والذين وصل عدد منهم إلى مجمع الشفاء الطبي أيضا هذا يترافق رشا مع عمليات تدور في المناطق الشرقية من مدينة غزة وتحديدا في حي الشجاعية حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا الجيش الإسرائيلي حيث توقع المقاومة الفلسطينية إصابات وأيضا قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين حسب ما تقول كتاب القسام وأيضا تقوم بعمليات تفجير لآليات عسكرية إسرائيلية في هذا المكان وأيضا قامت اليوم كتاب القسام بإطلاق دفعات صاروخية صوب المدن والبلدات الإسرائيلية وكان من أبرزها يعني رشقة صاروخية صوب مدينة تل أبيب هذا كله فيما يتعلق بعمليات المقاومة لكن في المناطق الشمالية من قطع غزة وتحديدا في بلدة بيت لاهي وأيضا مخيم جباليا وبلدة جباليا والتي تشهد أيضا عمليات توغل للجيش الإسرائيلي تدور في تلك المناطق معارك ضارية بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي نعم رشق خضر موضوع المستشفى التي كنا نتحدث ربما في التغطية والساعات السابقة عنها كيف يتم التعامل الآن مع الإصابات التي تأتي إلى هذه المستشفى في ظل عدم وجود أيضا أي مساعدات طبية من الممكن أن يعتمد عليها نعم فعلا رشا يعني المستشفى هنا مستشفى الشفاء الذي يعتبر من أكبر المستشفيات والذي أعيد تشغيل عدد من الأقسام به وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ وقسم مبيت العظام وقسم مرضى غسيل الكلا إضافة أيضا إلى أنه تم تشغيل المختبر الخاص بهذا المستشفى هو مختبر مركزي ولكن لعلك تشاهد حالة الظلام الدامس التي يحياها هذا المستشفى وخصوصا مختلف الأقسام بداخله وهو يعيشه في ظل عدم وصول سواء المساعدات الإنسانية أو الأدوية الطبية والمستهلكات الطبية سواء بعض المستهلكات والأدوية التي كانت وصلت على مدار الأيام القليلة الماضية من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة وكلها يعني تعتبر إسعافات أولية وليست مضادات أو أدوية قد تكون أدوية إنقاذ حياة للجرحة والمصابين إذ أنه في ساعات مساء هذا اليوم رشى سقط ثلاثة من المصابين بجروح خطيرة ضحايا نتيجة عدم تلقيهم الرعاية الطبية في داخل هذا المستشفى الذي يعيشه أوضاعا مأساوية لعلك تشاهدين حالة الظلام التي يشهدها هذا المستشفى في ظل أيضا تواجد عشرات الآلاف من النازحين والذين بعضهم ينير بعض كشفات الجوالات وأيضا الموبايلات هنا وذلك لإضاءة على أطفالهم أو نسائهم ليقوموا ببعض الأمور التي تتعلق بحياتهم خاصة أنهم يعيشون ظروفا إنسانية في ظل إنه يدام أدنى مقاومات الحياة سواء ما يتعلق بمياه الشرب أو حتى الطحين والخبز وباتوا يعيشون مجاعة حقيقية وأيضا في حالة عطش شديد طيب خضر موضوع الطقس البارد الطقس البارد كيف يتم التعامل معه في ظل عدم وجود بيوت نعم الطقس البارد نعم لعلك تشاهدين أيضا أعداد من المواطنين يقومون بإشعال النيران وذلك من أجل التدفئة ونحن نعيش في ظروف وجو بارد جدا هنا بعض المواطنين الذين يعيش علون النيران من أجل تدفئة الأطفال خصوصا والذين بعضهم لديهم أمراض خاصة ما يتعلق بالطفح الجلدي أو أيضا الجدري وأيضا الإسهال وبعضهم أيضا لم يتلقى الطعومات منذ أيام في ظل هذه الحرب التي تشنها إسرائيل لليوم السادس والسبعين على التوالي وبعضهم بحاجة ماسة إلى التطايمات وهذه مطلوبة جدا لدى المواطنين خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة وهناك أيضا دعوات رشا من قبل الأهالي والمواطنين هنا في المناطق الشمالية لمنظمة الصحة العالمية وللأمم المتحدة من أجل إدخال الطعومات وذلك ليتم تطايم الأطفال خاصة الأطفال الردع والذين هم بحاجة ماسة إلى هذه الأدوية حتى لا يصابوا بأمراض لأنهم يعانون من قلة المناعة خاصة في المناطق الشمالية وأيضا يعانون من نقص في السوائل إذا لا يوجد حليب للأطفال هم يعانون الكثير خضر يعني العوامل كثيرة ومتعددة لهذه المعاناة من غزة كنت معنا مراسل الحدث خضر الزعنون شكرا جزيلا لك خضر